بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة التطوع أوقات النهي التي ينهى فيها عن صلاة التطوع وعن دفن الموتى أوقات النهي قال الفقهاء هي خمسة أوقات هذه الأوقات الخمسة لا يصل فيها صلاة تطوع ولا يدفن فيها الموتى الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس والوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح والوقت الثالث عند قيامها في كبد السماء حتى تزول جهة الغروب والقيد الرابع أو الوقت الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس الدليل على هذه الأوقات الأربعة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وأيضا فالشاهد في هذا الحديث قوله أن نهانا أن نصلي فيهن فهذا دليل على أن الصلاة في هذه الأوقات منهي عنه وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس فيدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدر جضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس والمراد هنا الصلاة صلاة تطوع أما ركعتين الفجر فهي تابعة للفريضة لصلاة الفريضة التي هي صلاة الفجر ركعتان فتابعة لها فتصلى قبلها وهي آكد كما ذكرنا آكد سنن التطوع فهي مع الفريضة وتابعة لوقت الفريضة لكن التطوع المطلق هنا لا يصلى في هذا الوقت الوقت الخامس الذي نهي عن صلاة التطوع فيه إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم غروبها وهذا أن الشمس إذا دنت من الغروب تبدأ في المغيب شيئا فشيئا فهذا الوقت إذا دنت الشمس من الغروب وأصبحت تتغيب جزء شيئا فشيئا فهذا يعتبر وقت نهي ويستدل على ذلك بأيضا ما جاء في حديث عقبة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب يعني حين تكون على وشك الغروب حتى تغرب هذا الوقت أيضا وقته نهي ويشمله أيضا هذا الوقت أنه يمكن أن يشمله من بعد صلاة العصر يعني من أن تصفر الشمس حتى تغرب الشمس فهذا قد يشمل هذا الوقت الخامس لكن بعض العلماء فصلوا الأوقات بأنها خمسة أوقات منهيون عن الصلاة فيها صلاة التطوع المطلقة أما إذا كانت صلاة تطوع ذات سبب كدخول المسجد مثلا فإنه يصلي في هذه الأوقات لذات الأسباب وكذلك نهي في هذه الأوقات عن الدفن الموتى إلا أن يكون هناك شيء من الضرورة فالضرورات تبيح المحذورات مسألة قضاء الفرائض في أوقات النهي هذه الأوقات التي ذكرناها والتي كنا أن الصلاة التطوع المطلقة ينهى أن تصلى في هذه الأوقات وأن يدفن فيها الموتى قضاء الفرائض من فاتته القضاء طبعا هو فعل الصلاة في غيره بعد خروج وقتها يعني في غير وقتها المحدد لها فقضاء هذه الفرائض في أوقات النهي هل ذلك جائز أم لا يجوز أن يقضي الفرائض في هذه الأوقات في أي وقت وقت نهي أو غير وقت نهي والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فقوله يصليها إذا ذكرها هذا عام يشمل جميع الأوقات ولأن كذلك الفرائض دين واجب على الإنسان فيلزمه أن يؤدي هذا الدين على الفور وأن يخلي ذمته من هذه الفريضة هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر